فمع إبداء طرفي الصراع استعدادا لتمديد الهدنة قصيرة الأمد المعلنة في جدة والتي تنتهي غدا أفاد بيان سعودي أمريكي أن طرفي الصراع في السودان انتهك الهدنة ما أعاق وصول المساعدات الإنسانية كما استخدمت أيضا طائرات عسكرية ومسيرات مشرا إلى أن انتهاك الهدنة في السودان شمل احتلال منازل مدنيين وشركات خاصة وكذلك مبان عامة ولفت البيان كذلك إلى رصد قناصة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع ولأن عناصر تابعة للجيش السوداني استولت على إمدادات طبية في منشأتين مؤكدا أن السعودية وأمريكا دعتها طرفي الصراع في السودان لتمديد الهدنة رغم عدم التقيد الكامل بها وزير التنمية الاجتماعية السوداني من جانبه وفي تصريحات من بورت سودان قال إن وفض التفاوض السوداني يتجه غدا لمدينة جدة السعودية لبداية جولة مفاوضات جديدة مع الدعم السريع ما عنده علاقة مثلا بمسلا ناس الشرطة أو مثلا ناس الجيش أو حاجة زي كتب ما عنده أي علاقة بالحاجات دي عامل بسيط شغال نقاش يعني يعني ياهو شغل النقاش والطليات والحاجات دي حتى والله عدة يهندلة في البيت خلى والله العظيم هو ضع البلد كله وقاعد ياهو في البيت والله عدن الله في شغل لافدة ومتوتر يا شغل الشغل أس ياهو عيالي ده لأكلهم كيف قلت منتح على البلد عامة زول حساس شديد يعني ذات وخايف على العيال والله والله بيته الكبيرة دي خلاها يعني بيته الكبيرة دي ثلاثة سنة والصغيرة دي يعني عمرها سيديها دوبة أمت السنة والله عظيم خلمت عيانين قال ماش عشان نسلم عن اللي ناس بيتهم ليهم الليلة ما جاء أنا ما عارف عنه حاجة يا ربي عايش ما معروف ميف ما معروف قاعد وين الله نحن قلقالين على لقلك شديد يعني ما عارفين بعدين يعني زول انه عنده أزمة يعني عيان يعني برضو يعني وقدتوا هنا في البيت وكده ما شاير معه حاجة يعني انه يعني زول يعني زول عامل بسيط وزول نقاش يعني وماش يتطمن عليها لو أبوه في العباسي راجل كبير ماش يتطمن عليه وكده وفقا يعني طلع ماجة يعني ما عارفنا الحاصل عليه وشنو كده بس نرجم انه يعني اي زول إذا اتعرف عليه وهو شاف وكده وكده لو حتى من أخواني يعني في الجيش في دعم السريع فيه نازه يعني انه زول ما عنده قضية بأي حاجة والله لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات